بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات من الصف الثالث لإعدادي وحتى الصف الثالث الثاني وعلى قناة المسلس عزة لشوخ تفسير قعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة أما بالنسبة لضربة الصف الأول الإتداعي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي إتداعي عند إعدادي مع مسانا السمان إن شاء الله نرغب بالقناة مع طلبة الصف الثالث الإعداد إن شاء الله مستمرين مع كتاب جي من عام 20-23 الواحدة الخمسة نرغبا إن شاء الله نشتغل على الدرس الخامس والسادس بدأت تدريبنا إن شاء الله على صفحة 298 بسم الله على بركة الله والدعليون الدعمك واضح بناكد على تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم وكريات الابداع بسم الله على بركة الله والآن أقول ويقول لكي فيها read and complete اقرأ واكمل ده تكست النص اللي قدامك اللي هو ده with words from the foreign list بكلمات من القائم اللي جاي ست كلمات واربع فراغ يعني في كلمة مش هنحتاج كلمة مش هنحتاج nervous بمعنى عصبي أو في حال التوتر got الماضي من جيت يحصل على تمام ودي جيت المنزل بتاعها كم المعنى الحرفي دي هيأتي awards معناها مكافآت رسمية words معناها عنابر اللي بيبقى فيها المرضى وما الى ذلك نبدأ القطعة على بركة الله بسم الله يقول لك فيها I have I have ايه عام ده بتاع المضارع تام لي my exam results آه عايز اقول له انا حصلت على نتيجة الامتحانات بتاعتي يبهاب موجودة انت كده على استصريف ثالث باي I have got لقد حصلت على يبها نهوة جاي عندي جاء شكل التصريف ثالث انا حصلت على درجة الامتحانات بتاعي معيش هسيدي مابروك I was so about doing the exam though I studied hard كان ايه جدا هو بيبدأ الامتحانات برغم انه هو كان مذاكر بجده اجتهاد I was so nervous آه كان متوتر متعصب جدا وهو بيعمل امتحانات طبعا قلق نروح قمنا البعد ها I passed all the exams هم بدون اللجح في كل الامتحانات I won the first place وخذ مركز رابع It is an amazing achievement هو شايف من ده انجاز يستحق يبقى الاعجاب طيب The school decided المدلسة قررت To give the top students اللي تدي الطلبة الفائقين تديهم ايه المدلسة تدي ايه للطلبة تديهم مكافأة يبقى awards وطيبقى المكافأة الرسمية لان المدلسة جيها حكومية طيب جميل جدا For their great work العمل العظيم بتاع I hope I will I will First next year عايز يبقى الاول في السنة اللي جاية I hope I will come first عايز يقول له انا نفسي اطلع في المركز الاول او هاجي مركز اول في السنة اللي جاية ماشا يا سيد وايس خالص ونروح لي التدليب اللي بعده ومن هنا بقى هنبدأ نختار اجابات وبيقول لك Choose the correct answer from ABC or this المرة ده نختار اجابة واحدة من الاجابات المتحة بيقول لك بسم الله الرحيم او اران ما له بقى لك إذا كورسين كذا عبارة عن شخص ما ودازا سبورت يقوم بممارسة رياضة especially خصوصا اثليتكس اثليتكس يقول له عليها العاب القوى اللي هي الوثب تمام اللي يقول له عليها الوثب العالي والوثب الطويل والجري والحاجات اللي زكت اسمها العاب قوى شبا طيب يبدأ من يجر مدير ولا تينيجر مراهق ولا اثليت لاعب من العاب القوى اللي هي العاب الراضية اللي حنونا عليها ليم شوية ولا سينتيست عالم بمعنى لاعب رياضي من العاب القوى تحديدا يجابتنا في جمهور عام واحد اثنين هو عايز ينافس كلمة معناها ينافس عايز ينافس على مستوى دولي معناها دولي عايز يستعيني عايز مرادة في كلمة دولي نجيب لها الناتشوى القبيعي القومي قومي معناها على مستوى الدولة زي مصر مثلا اسمها قومي لوكل محلي يعني مستوى المدينة اللي انت فيها القاهرة الجيزة سهاج اسمها لوكل ولا جلوبل اه جلوبل هي هي انترناشنال جلوبل هي هي انترناشنال تلاتة بقول لك في اف يو جد لو انت حصلت علي كذا كاملت لمدرسة او جامعة هيتم الدفع لها هتدفعها لك الجامعة اما ايه يا مال مدرسة انت كده تحصل على منحة دراسية تقولوا عليها دي تينيجر مرايق ولا منحة دراسية ولا سومر سباح ولا تلوث منحة دراسية اجابة جملة رقم 3 ما حركش هتدفعها جملة رقم 4 هي عنونة الصفحة التي عليها تفهم دي اجيكتبها عشان نعمل صفة كلمة معنى طبيعة طيب عايزين نقول طبيعي تبا يبقى ال عشان تبا تتحول لن بمعنى طبيعي لو صفحة نضيف اللاحقة ايه للكملة تحت خاطرية عشان ناخد المعنى الصحيح نضيف لها ايه بقى نضيف لها ني اس ولا اي 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 نضيف لها تتحول الى تلوث ستة انك انت تعمل كاذا انك انت تستخدم الاشياء زي زجاجات او الورق كاذا انت بتعمل ايه سايكل تلكها بعجلة يتشارك شيء او يتقاسمه بتلغة معنوية ولا يربط ما بين اشياء او يوصل بينها ولا يعد تدوير يعد تدوين معناها يعد تصنيع هي دي نحرك الشاشة مرة كمان عشان تظهر معك الصفحة وتبقى متابع معنا رقمها بالضبط سبعة المشروع بتاعها فاز بالمركة كاذا الرابع انا نظر الانترناشنال كومبيديشن في مسابقة اخرى دولية فور ساينس اند ساينس معناها العلوم ساينس هو ايه؟ انجينيرز مهندسين سكول مدرسة انجينيري للهندسة سوسائت المجتمع فور ساينس اند انجينيري اه للعلوم الهندسة اجابتناه في جميع الرقم سبعة ثم نتقول اه؟ اه ارهان ماشي ايه ساموان كزا وبرعا شخص ما هو اس بيتوين ما بين ثلاثين ما بين تلتاشر و ناينتين ايه؟ سنه ما بين تلتاشر و تساعتاشر ده انه عليه بيبي طفل رضيع ولا تشايلد طفل ولكنه ليس رضيع يعني وصل لسن ثلاث سنوات اربع سنوات ولا تينيجر مراهق ولا انفانت انفانت معناها طفل زغير برضو لا ده تينيجر كده بقوله عليه مراهق وده اللي سنه ما بين تلتاشر لتساعتاشر سنة هي وجد الطريقة للقراويين اهل الريف يعني ايه بقى ديرتي ووتر نعمل ايه بقى في الماء اللي هو الغير ناقي او الغير نظيف يعمل له ايه؟ يبقى كلين يبقى يلاقي الطريقة يخلي الجماعة اهل الريف يتساعدهم من هما ينظفوا الماء الغير ناقية او غير نظيفة يعني موف معناها يحرك او ينقل وعندي وين معناها يربح او يفوز خلنا كلين بمعنى ينظف يخلي الحاجة ناقية يعني اجابتنا في تسعة عشق كله بيعتقد ان المال الفلوس يعني سوف يبقى مشكلاتهم ينقذ او يوفر جس يخمن يحل وعندي شارية يشارك ناس بتعتقد او بعض ناس بعتقد ان المال سوف يحل كل مشكلاتهم نروح ليه التدريب التاني والعمل قدامك وقت الممرسة وبرضو شغلنا حلف الكابير احنا كده صفحة متين ساعتين واول تمنيين اقرأ وكمل النص بكلمات من القائمة الكلمات هي منذ وده بتأتي بعدها بدأت مدة زمنية في المدارع التام فور اختها لكن ايأتي بعدها مدة زمنية محددة للمدارع التام معناها لمدة كزا معناها منافسات معناها انجاز معناها يسجل او يحرز واكيم الماضي من كم بمعناية نجاهز نفسنا للكتاب عشان نعزين ناخد ارقام طيب اول حاجة يقول لك بسعظين انا بحب كتاب القصص ماش يسيد اتس ماي فيوريت هوبي دي هويت المفضل برضو تمام اي ابدون ات اي با اي ووز طويلف اه عايز يقول لك منذ ان كنت ان كنت في سن اتناشرة سنة ايه بان انا عايز منذ اخد سنس هي اللي هنحطها في الفرق الرغم واحد علشان تكمل معايا هذا الفرق طيب ماش يسيد نروح لي الكلمة اللي بعدها استلاحظ اللي رقم من فوق شوية اي انترد مني عايز اقول لك دخل الى عديد من ايه احكي المسابقات يبقى كومبيتشنز ميني كومبيتشنز دخل من المسابقات كتير او منافسات كتير علشان هذا الموضوع دي السنة دي اي اف وان اشورت ستوري كومبيتشن فاز بمسابقة للقصة القصيرة ات ماي سكول طيب في المدرسة طيب اي كذا فرست عايز اقول لك انا خدت مركز اول او انا جيت في المركز الاول يبقى اي كيم لقد جئت في المركز الاوراس والحصل المركز اول يعني او كان من ترتيب مركز اول عاجت ان الورد حصل على مكافأة في حفلة كبيرة مكافر اسمها طبعا كان اهجاز مذهل ومدهش بالنسبة لي ووالدية كانوا سعادة جدا بالنسبة لي طيب ماشي نروح لي السؤال الثاني كده نختار بقى يقول لك علشان نحصل على الاسم للشخص كلمة تينيج معناها سن مراهقة انا عايز اقول مراهق نضيف لها اللاحقة ايه عشان تينيج تتحول الى تينيجر اتنين عشان نجيب عكس كلمة بروكن كلمة بروكن معناها معطل او مكسور عشان نجيب عكسها نحط لها السابقة ايه بقى ان ولا ديس ولا ام ولا ار هنحط لها بروكن دي بقى ان بروكن بمعنى غير مكسور او غير محق الثالث والآور ان ماشي كامل اذا كاستمز بمعنى عادات جماعية او طريقة حياة او طريقة حياة لبلد محددة او مجموعة من الناس دي بسموها نتيجة لاعب رياضي الثقافة الثقافة عبارة عن مجموعة العادات والمعتقدات وطريقة الحياة اللي بيعيش بها مجتمع او مجموعة من الناس اربعة نتيجة تشبهي في المعنى الشباب نتيجة ولا سبب تساوي كلمة بمعنى نتيجة محرك الشاشة ونروح لجوم الرقم الخمسة تخليها عنوانها فريق الهندبول كورة الهندبول كورة الهندبول كورة الهندبول جميل لا ميند يصلح ولا جيس يخمن معناها يصلح زيهم سبعة تقول معظم الشباب يريد من حدراسية في امريكا طيب بمعنى بمعنى يجعل جيف بمعنى يعطي بمعنى يجد كله من حدراسية عشان نروح يدرس في امريكا حرتنا الشاشة مرة كمان عشان ننظر معنا رقم الصفحة وتبقى متابع معنا كويس تبقى ملي بولي انا مش قدر اطلع الليلة الليلة دي بقى لان انا بعمل ايه بقى يعمل على مشهوع ويسعى الى انجازه ما يقولش لانه بيعمل في مكان ما يقولش بمعنى يعمل لي حساب تسعة بولي فيها هو يدري صلح اي لعبة كلمة تنفع مكسورة او معطلة تنفع كده تنفع كده تنفع كلمة تنفع كلمة بروكن بمعنى مكسورة او معطلة ممكن نجيب لها بديل ايه لوكل محلي غير مكسور او غير معطلة ولا دمجد تالف محطم حاجة متضمارة دمجد معنى محطم او حاجة متكسرة او حصل لها تلف ماشي زيها زي كلمة عشواء بدأ الفراق الكلمة اللي هنجيبها هنا معناها المال الفلوس الجامعة او مدرسة جمزته صمامة تديها الشخص عشان يدفع اللي هنجيبها التعليم لما عمامته. انه هو فاز بجيزة في القصة القصيرة. جميل. فالأم يقول لها النادر بيبدأ كله. انا يا مام انا جيت. فبتقول له انت مبسوط او يا نادر فرحان بقى نادر. واير يوهابي انت فرحان ليه? ياخد من العنوان. تقول له انا فزت بجيزة. يبا ياخد العنوان يجيب. انا فزت به جيزة في القصة القصيرة. طيب او نفس القصة القصيرة. ولدن احسنت طبعا لازم ايه? لازم تطبيل له كلمات فيها تأييد. والمساندة وتشجيع. دي كانت منافسة في المدرسة راح علها نوات وزن. كانش في المدرسة. يبا جبت مني السؤال انا وزن. اه نوات وزن. ما كانش في مدرسة. فالأم يقول له كل واحد كله شارك فيها يعني. فبتقول فنادت الرد عسيته طبعا سؤال راح ندع له ايه. انا مفصش بمسابجة المدرسة السنة اللي عدت. تمام كده? اي كم ساكت ده انا اخدت مركز تاني. يبا هنهوى السؤال لازم يكون من نفس الاجابة دي. هنا بقول له ايه? اي بقى تقول له ايه? هو انت مفصش بيه المسابجة ده هي السنة اللي عدت راح اقول له هلأ. انا مفصش بيها السنة عدت لانا اخدت مركز تاني. نكمل بقى. وهي بيقول نادل فالأم بتقول له ايه? حاجة قال لها شكرا يا ماما ده انا هاخد ايه المسابجة ايه الاسبوع اللي جاي. فبتقول له ايه انا 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 كنت عافة ان انت هتقدي اداة حسنا. فطبعا هي بتشكر له. هنا اللي ام بتقول حاجة وفي اخيرها عشان اشوفك. لازم تقول انها مبسوطة بيه. انا سعيدة جدا بالنسبة لك. طبعا ابنها لازم تكون فرحانة. نروح الجزء اللي بعد كده في درس خمسة وستة. اختبر نفسك. على ايه بقى قدامك العنون. الواحدة الخمسة الدرس الخامس والسالس. اول حاجة محادثة. حوار مبين ايهار. بنت اسمها ايهار. استرينج ايهال. بنت اسمها نهال. she has won a contest فازت بمسابجة. فبتقول ايه ايهار. حي نهال. كيف حارك تقول له ايه. ما حد دولك عملي تقول له ايه. انا بخير شكرا نسي. طب تكمل ايهار. ايه انا عندي أخبار حلوة جيس وات تخميني ايه. راح لها عملت ايه ستي انا جايزة. تمام طب ممكن تقول هنا هو يعني هنا هو انا ممكن جاب ممكن نقول لها لحظة نضيف لك السؤال ده علشان سواء كده بتاها كده ماشي كده بتاها كده ماشي نكتب لك اهو. ممكن دي وممكن دي. تمام كده? قلت لها ماشي عشان يبقى موجودة قدامك ايه? ايه يبتين ونحطها نستفهم? علشان عملتها بالطريقة دي ماشي عملتها بالطريقة دي ماشي. يعني لو قلت له الاولان واضي دي وعملت ايه ماشي? ماشي. على اساس ان هو جايب انها لحظة نحط لك ان هو شرط مائل عشان ندلل لك اني ينفع الاجابة دي والاجابة دي. خلاص? عملتها كده ماشي عملتها كده ماشي. طيب تمام نرجع نكمل. طيب بيقول لك فيها. السؤال قدامي اهو. اه احسنت اصنع. جريت نيوز اكبار حلوة. ايه السؤال تقول له. ده شعر? يبقى what is it about? خلتها من it's about خليها. طبعا مع اضافة كلمة السفاب. خدت اجازة لها ايه سعيدتها خدتها. فبتقول لها ايه مريلي هابي فوريو. انا سعيدة جدا. علشان. نروح لجزء التاني. وهنا وبقى هناك الكلمة من اللي قدامك دي عشان نكمل بها الفراغات. اقرأ. اكمل نص بكل من الكلمات. هاز و هاب عندك. لو هستخدمهم كفاء مساعدة هيدوني مع المضارع التام. لو هستخدمهم كفاءة على اصل معنا يمتلك. بس هما انا هستخدمهم من هو كفاء مساعدة لمضارع التام. اورد المعنى مكافأة رسمية. منحة دراسية. مسابقة ودي في الجمع. معناها مسابقة او منافسة. ودي في المفرد. تعال نشوف القطع. ايجبشن هاي سقول سننتل في المدسة العليا اللي هي السنوية زي زي زمالك اللي بسنوية عامة. خد مركز اول او فاز مركز اول ان في مسابقة دولية للابحاث والاختراعات. طيب ايبا? يعني هذه مسابقة. يبقى اللي هي الواحدة المفردة مش الجمع. باخد كلمة هنكمل بها الفراغ الاولاني. حطينا دهها رقم واحد خلاص. انسا وزي كوريا في كوريا جانب الوقتان. زي السودينت الطالب يوسف هاني محمو محمد. الخدوية سكند سكول اند جوت ان. والخاصة على الاختراع بتاعه. الاختراعات يبقى خد جايزة. تمام? يبقى خد مكافأة يعني هنديها رقم اجنيه. يبقى خد مكافأة رسمية عن الاختراع بتاعه. طيب. رابط آآ اخترع جهاز آآ بتاع ده جهاز انسان آلي. ماشي بيحدد فيه تحديد مواقع الناس. طيب يوسف ما له بقى جافرا جويند سيفرال انترناشنال. طيب يوسف ايه بقى جويند? جويند دي تصفتات. يبقى انت كده عايزي هستكمل منضال عتاب. يبقى تاخد هذا عشان يوسف ده يساوف الضمار عنده. يبقى كان يوسف هزي يعني يوسف آآ جويند اللي تحق مسابقات العديد سيفرال انترناشنال ايه. كده بقى تجيب الجامعة بقى. كونتس. كده بقى تقدر تجيب الجامعة وانت مستريح منافسات دولة. طيب ويقول لك اند وون سبيشال برايس فروم تايوان وفاز بجائزة متميزة من تايوان. نحرك الشاشة ونروح للجزء اللي فيه اختيارات بقى. الجملة اللي بقى لو انت تكمل ها. شيء ما تم اطلافه. او رايس اعمل بطريقة ملائمة. انت بتصلحه. كده انت بتعمل ايه. بيرضط بين شيء ايه. ولا بيصلح. ولا يعود تدوير ولا يتشارك. لان هي اللي معناها من. اتنين. انك انت تكون كذا. معناها انت تتبقى كبير في السن. طب كده اجلي قبيح. مدرن حديث يانجي شاب. ايج دي معناها مسن. مسن معناها كبير في السن يا شاب. هي جيبت نفسه. رقم اتنين. ثلاثة بتقول. هل احنا بنبذل او بنعمل الشغل المناسب علشان نحمي انفيرون. انفيرون ايه يا عم دي. انت عايز كلمة بيئة او انفيرون منت. اي بان نضيف لها اللاحقة اي بان نضيف لها اللاحقة اي مين دي. عشان تبقى انفيرون منت البيئة. اربع وي اد. ده بري فيكس. بنضيف السابقة ايه. لكلمة سايكل. علشان نخليها يوز اجين. ري سايكل. اللي هي معناها يعيد تدوير او يعيد استخدام. حركة الشاشة. ونروح لي باقي التست. تحديدا مش تمتحانها. هاية العمل في المذاسة. تشابه في المعنى المتنافسين ولا المتفرجين والمشاهدين ولا الباحثين. هنا بالنسبة للمذاسة تسوي كلمة اللي هم اللي عاملين. ستة ولا امي كازين لارا بنت عمي لارا بنت عمتي تنفعلي تنفعلي اسمالها بقى ميرد نيكس مونت اه. عايز قولك سوف تتزوج. طب نقولها جيتنج ماريت ولا ميكينج ماريت ولا هابنج ولا دونج عندك حاجة اسمها جيتنج ماريت بمعنى يتزوج وده مصطلح. نحرج شاشة نخلي تدريب التصفيح بتاع الاخطاء اللي قدامنا هو اللي ظهر قدامنا نجهز للكتابة. كمل جمل بالشكل المناسب من الكلمات اللي ما بينها. اكد على معلومة شباب ان الوحدة دي كلها تكلم مع المضارع التام والماضي البسيط. طيب. انجينيرز هاب. اه هاب جاية. دي بدا انت كده تتشغليك عن مضارع التام والله. بس جيب لك تصف تال ديزاين. يا بدا كده زرف الزمان عندك اللي هو في مشكلة. وهنا هناخد ايه. انجينيرز هاب اوريدي. اللي كلمة يت معناها بعد وحتى الان. قريب نجيبها في الجملة المنفية. تمام? لكن دلوقتي انا عايز ايه؟ عايز كلمة اوريدي اللي هي معناها بالفعل. عايز ولك ان المهندسين بالفعل ديزاين دا بريدج. مهندسين فعلا صمام والكبري. لكن احنا لسه ما خلصناهوش حتى الحد. طيب. انا وماما. اه كم من. ايبا شوبينج لاست فرايدي لاست? يعني ماضي. ايبا خلي جودي ماضي. اتبع وانت. هاز اقول لك انه ما زهبوا. للتسوق هو امامته لدبوع العاد. ايش هاسي لبعدها. انا بالفعل ايبا انا عايز اقول لك تناولت الغداء بالفعل. خلاص ما تعملش حاجة تاني. يبقى ان هو هاد التصريف التالي من فعل ايتي بقى ايتي ايتي اي ايتي اي ان اه. ده التصريف التالي. اي كزا سي ذات نيو فيلم يت اه يت معناها بعد او حتى الان. ودي من الكلمات الدل على المضارع التام في حالة النفسية او السؤال. يبقى تقول هابنت سين عشان هو الضمير اي موج. يبقى اي هابنت. تمام كده. اي هابنت سين س اي اي ان. وعندك موجودة تكمل بها لحد الاخر في نجابة بتاعتي. نروح لجملة خمسة. هال الطلبة بدأوا في اداء الواجب بتاعهم اه ما تنفعش بالمعنى ده. هتقول لك بعد او حتى الان اه كيبا انت تقول يت. تمام كده? هاب ده ستارتت دير هومورك يت. في كده السؤال. نروح للموضوع وعلي ان شاء. يقول لك يفتب موضوع من مية وعشرة كلم. طبعا ايه? عبا يقرأ في سيلة ذاتية او بان ايجيبشن سودنت لطالب مصي. هو بجائزة اه او مكافأة رسمية. عندك انت انا او اكتر من حد تم ذكره في الوحدة دية. اختار اي حد فيه متكلم عنه. واريك شفت طريقة الكلام بها في الزيلة ذاتية ازاي? احنا اتكلمنا عنها لما كنا ندي لك الدرس الاول الوي التالي. برنا نروح لي الازهر ونشوف المواقف. فيه اللي انت هتقوله بقى ان المواقف لك ايه? اول ما قولة. خلي بقى شو بقولك ايه? انت هتقول. يبقى دايما تقول اي. انا. تقول وين? نحن? وهكذا. انت بتقول لي وليس انت نجحت في امتحان تقولهم ايه? انا حصلت عنتيك الامتحان بتاع. طيب. اللي بعدها. صديقي بقولك انه هو فايز بجاهزة تقول لي. احسنت اصنعا. انا سعيد من اجلة. كده شباب يكون تهت. التدبات كانت جاية على الدرس الخامس والسلسة واحدة خمسة. لكن ان شاء الله تدباتنا معك لم تنتهبات. ان شاء الله انت ازلنا في المزيد مع معلمك خبير لونزي مصرس عزيزة. السلام ورحمة وبركاته.